تم حضرتك اهيه اللي هي حاملة المروحيات الحاملة دي بتاخد 700 جندي بطل مقاتل محترمين مع 16 مروحية هليوكوبتر سواء أباتشي أو كاموف أو غيره بتاخد 50 عربية مدرعة في حاملة المروحيات اللي قدامك بتاخد 40 دبابة بتشيلهم في داخلها مستشوى دخلناها بالمناسبة في فرنسا يوم ما استلمنا المروحية دي كنت أنا واحد من الناس الحمد لله يعني كل التسيح الحديث كنا في أول بنشارك احنا كقناة صدى البلد بنبقى موجودين بنشوف كل ده ودخلنا حاملة المروحيات اللي قدام حضراتكم ودخلنا وإيه بلد بلد بقى حاجة بسم الله ما شاء الله يعني كتير بقى وبقى الغواصات وغيره 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 والفريم وكله كله بقول لحضراتكم تقريبا كل التسيح معادة الرفال عشان مينفعش الرفال يعني أو السو تلاتين ولكن منتظرين بقى تشوف ده بقى ايه على الطبيعة تشوف البلد ماذا تفعل الدولة المصرية مصر النهاردة بتقدم ايه للعالم بقولك نمتلك أحدث أنواع التسيح موجودة لدى جيشنا العظيم وأنا زي ما بقول لحضرتك حضرتك تكون قاعد وعندك اطمئنان تام تاني بقولك اطمئنان تام حضرتك بس ما طوب منك حاجتين الحاجة الأولى مساندة هولاء الأبطال في كل مكان مع أبطال الشرطة أيضا وبالمناسبة احنا بنحتفل كمان من بكرة هنتكلم على الشرطة وعلى 25 يناير عيد الشرطة نحتفل يوم 25 إن شاء الله بعيد الشرطة هو العيد الوحيد اللي عندنا ما عندناش أعياد غير عيد الشرطة إن شاء الله يوم 25 كل سنة وحضرتك طيبين وكل رجال الشرطة في كل مكان بألف خير يا رب فمن بكرة هنحتفل نبدأ نحتفل من بكرة جاهزوا نفسكم عيد الشرطة 25 يناير في أعياد تانية لا هو 25 يناير عيد الشرطة المصرية المجيد لما قام رجال الشرطة في معركة إسماعيلية الأبطال بيدفعوا عن أماكنهم أمام المحتل الإنجليزي والنهاردة رجال الشرطة مع الجيش بيدفعوا عن المحتل الإرهاب الإخواني فاحنا حررنا بلدنا من المحتل الإخواني وحررناها قبل كده من المحتل الإنجليزي اللي هو صنع المحتل الإخواني فمن احتفل إن شاء الله من بكرة بإذن الله على مدى القيم الجاية كل يوم يبقى عندنا شرطة شرطة 25 ناير شرطة احتفالات اهلا واسم وعيات بقى واغاني وحاجات جمدة جدا